اشتركوا في القناة النهاردة معانا كتاب هنتكلم من خلاله عن شخصية بتعتبر من اخطر ومن اصعب الشخصيات اللي ممكن نقبلها في حياتنا هي شخصية مؤزية هي شخصية سامة هي شخصية متسلطة جدا وهي الشخصية النرجسية معانا النهاردة كتاب اقفش نرجسي للكاتبة والدكتورة جاسمين السيد هنعرف منها اكتر يعني ايه نرجسية هنعرف منها اكتر مين هو الشخص النرجسي وازاي نبعد عنه وازاي نتعافى من اذا لكن طبعا قبل من قابل ضفتنا زي ما حضراتكم متعودين هنشوف مع بعض تقرير البس سالر او الكتب الاكثر مبيعا ونرجع على طول يحكى ان يقدم لكم الكتب الاكثر مبيعا وذلك في حلقة جديدة من كل اسبوع نرصدها لكم طبقا لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت كتب هذا الاسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تتصدر قائمة الكتب الاكثر مبيعا رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضو عشور وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة تدور احداثهم في مملكة غرناطة يأتي في المركز الثاني كتاب لأب طعم الفلامينكو للكاتب الدكتور محمد طه ويتحدث عن التغيير وتحدياته والصعوبات التي ستواجهك لتحقيقه جاءت في المركز الثالث رواية السرعة القصوى الصفر للكاتب أشرف العشماوي وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحى من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي يأتي في المركز الرابع كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري ويتحدث فيه الكاتب عن رحلته في الدنيا على مدار أربعين عاما والصراع المستمر بحثا عن السلام الداخلي تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعا بكتاب ماذا حدث للمصريين؟ للكاتب الدكتور جلال أمين ويحلل الكاتب من خلال الكتاب ما حدث من تغييرات في حياة المصريين وطريقتهم خلال النصف قرن الماضي وذلك بأسلوب ساخر جذاب بعد ما شفنا مع بعض تقرير البست سالر أو الكتب الأكثر مبيعا معنا دلوقتي تقرير عن الرواية العالمية 11 مينتز للكاتب البرازيلي باولو كوالو وهو من أشهر كتاب العالم ومعروف طبعا عن مؤلفاته إن هي الكتب الأكثر مبيعا طول الوقت والأكثر انتشارا وترجمة طبعا تعالوا نشوف مع بعض التقرير عن الرواية ونرجع مرة تاني احدى عشرة دقيقة واحدة من أهم وأشهر روايات الأديب البرازيلي الكبير باولو كوالو يعد باولو كوالو من أكثر كتاب العالم نجاحا وتأثيرا وتعد مؤلفاته من الكتب الأكثر مبيعا وترجمة وحققت انتشارا واسعا على مستوى العالم تدور أحداث روايته 11 دقيقة حول فتاة برازيلية تدعى ماريا تعيش في قرية نائية في البرازيل وكان لديها طموح كبير لتكوين ثروة صغيرة تستطيع أن تجمعها بنفسها وتبني من هذه الثروة مزرعة لتعيل بها نفسها وتعيل عائلتها وقادها طموحها إلى أن تغادر البرازيل وتتعرف على رجل كان سببا في سفرها إلى سويسرا وهناك يتغير مصيرها بالكامل أثار باولو الجدل من خلال هذه الرواية ودخل إلى مناطق محظورة يصعب الاقتراب منها ليثبت أن قلب الإنسان لا يمكن امتلاكه ترجمت الرواية إلى لغات عدة وحققت شهرة واسعة على مستوى العالم وبعد ما شفنا مع بعض تقرير عن الرواية العالمية 11 مينتز تعالوا دلوقتي عن طريق أبليكيشن زوم نقابل الكتبة ميريوم رزق الله معروفة عنها أن هي كتبة متخصصة في أدب الطفل وكتبت وترجمت كمان قصة للأطفال كتير جدا وعلى فكرة قابلناها كذا مورة في معرض الكتاب وهي من الكاتبات المتميزات جدا هنتكلم معاها النهاردة عن مسابقة جميلة منظمها للأطفال اسمها كتاب بحبه علشان تقدر تشجع الأطفال أكتر على القرية خاصة أننا في فصل الصيف في الأجازات وفي وقت أجازات طويلة جدا الحقيقة أنه المسابقة دي الفائزين فيها بيتشجعوا أنهم يقدموا في المشروع الوطني للقراءة هنعرف أكتر منها عن المسابقة ونعرف منها أكتر تفاصيل عن شروط التقديم في المسابقة أستاذة ميريوم مساء الخير أهلا أهلا بحضرتك أستاذة ميريوم أهلا بك أستاذة كنا نتقابلنا كذا مرة في معرض الكتاب ولسه كنت أقول حضرتك من أكتر الكاتبات المتميزات جدا في أدب الطفل مرسي لزوءك وكان شرف لي مرسي يا فندم شرف لينا خلينا نتكلم شوية عن مسابقة حضرت الكتاب بحبه لماذا فكرت في المسابقة وإيه هي شروطها المسابقة جدت فكرتها من معرض الكتاب 22 كان استعدادا للمعرض وكنت حب أن أشجع الأطفال على قراءة ونجحت في دورتها الأولى الحمد لله وعدتها تاني في دورة 23 من معرض الكتاب جميل وحبيت بقى أن أعمل دورة جديدة يبقى دايما الكتاب مرتبط بالطفل على مدارس تاني مش بس في وقت المعرض جميل فالدورة جديدة أصدت أنها تبقى متزامنة مع أجازة الصيف والوقت بيبقى أكتر للأطفال ومتاح أنهم يقروا وربطت كمان الموضوعات اللي حينقشوني فيها أو حيقروها في المسابقة أنها تكون مربوطة بالصيف وبمغامرات الصيف والرحلات وآدب الرحلات وكائنات البحرية وعالم البحار عمتها جميل إيه شروط الاشتراك في المسابقة؟ شروط الاشتراك في المسابقة زي ما قلت لحضراتك أنها مبدئياً موضوع الكتب الأعمار اللي ممكن تشترك معايا من 6 سنوات لـ 14 سنة المطلوب من كل طفل أنه يختار كتاب هو بالفعل بيحبه ويعملني فيديو عنه مدته ما بين دقيقتين لخمس دقائق شرط أنه يبني في حماسه للكتاب وأنه أفكاره تكون مترتبة حلو بشكل ثلث بحيث أنه اللي يشاهد فيديو يتحمس هو كمان للكتاب ويسعى أن هو يقرأه لطيف جداً ومهم كمان أن الكتب تبقى باللغة العربية بالمقام الأول وياريت كمان لو المؤلف والرسام يكونوا مصريين علشان تبقى فرصة أن نعرف بإنتاجنا الحلو من كتب الأطفال في مصر حلو قوي الأطفال اللي بتفوز في المسابقة ده بيكون إيه تأثيره عليهم وبيفوزوا بإيه؟ اللي حصل كان تجربة لطيفة قوي أنه في أطفال بالفعل اشتركت معي في الثلاث دورات وفي منهم اتشجع لما تعرضت الفيديوهات بتاعته على صفحاتي في الفيسبوك والإنستغرام أنه هما يبدوا يتقدموا لمسابقات أكبر على مستوى المديريات التعليمية فمنهم اللي دخل مسابقة نجوم المكتبة دي المسابقة بتتعامل تبع وزارة التربية والتعليم ومنهم اللي دخل المشروع الوطني للكراءة ووصلوا لتصفيات فيها ومنهم اللي دخل تحدي الكراءة كمان العربي فكانت الانطلاقة الحمد لله كانت من مسابقة كتاب بحب جميل تفتكري إزاي ممكن نشجع ولادنا على القراية أكتر في فصل السيف خاصة أن أجازة السيف بتبقى أجازة طويلة هو فيه حاجات بسيطة ممكن نعملها أول أول حاجة أنه نربط الكتاب باهتمامات الطفل يعني لو مثلا أنا عندي طفل مهتم برياضة ما مش شرط أن أنا أجبره أنه يقرأ قصة أو رواية ممكن أجيب له كتاب بيتكلم عن اللعبة دي أو عن أبطال اللعبة دي حلو ولو الطفل بيحب الفن مثلا أجيب له كتب بتتكلم عن الفن أو عن السير الزاتية للفنانين هذا ممكن برضو جميل حلو برضو أن أنا أشارك الطفل في اختيار الكتاب بتاعه صحيح مع التوجيه صحيح وحلو أن أنا لو لسه حبتدي مع طفل لسه حيبتدي كراءة أنا أختار له كتب بسيطة ألفاظها خفيفة علشان لو هو حاس أن الألفاظ صعبة عليه فكرة حينفر منها لكن لو لقاها بسيطة حيحبها وحيحب أنه يكمل فيها عادة الأطفال ونفسي في حاجة تانية أنه أنه الطفل يبقى فاهم أن الكتاب ده مكافأة أو هدية نفسي أن احنا نرجع نهاية دي بعض بالكتب كتير بندي أنه وقت التلفزيون هو المكافأة ووقت القرية هو الحاجة تسئيلة عايزين نعكسها بقى شوية صحيح صحيح إزاي بتعرفي الطفل بيحب إيه فبالتالي بتبتدي تكتبي فيه تفتكري الطفل دلوقتي محتاج يقرأ إيه أو هو بيحب يقرأ في إيه هم هم اهتماماتهم متنوعة فاندي كما قلتلك لما بنقرب من عالم الطفل واهتماماته بنعرف نكلمه إزاي يعني الأطفال أطفال دلوقتي مهتمين جدا بالتكنولوجيا طبعا مهتمين بالعلوم وبالفلك مهتمين بالرياضة بشكل كبير وده على مدار الأزمنة يعني الناس كلها بتحب الرياضة بس كمان دلوقتي مع وجود أخبار كتير عن نجوم الرياضة وبالنسبة لهم إنها سهل إنها توصلهم الأخبار دي فبيبقوا مهتمين أكتر بيها أي أي كمان بيحبوا طبعا في منهم اللي بيحب القصة وبيحب المغامرات وبيحب الخيال يعني قراءتهم متنوعة بس هو الفكرة في اللغة اللي أنا بكلموا بيها صحيح إنها تبقى مواكبة للعصر صحيح وشايفة إنه السوشيال ميديا أخدت الأولاد بشكل كبير ولا لسه الحد دلوقتي ممكن أو فيه أسر بتحاول على قد ما تقدر إن هي تغرس في أولادها فكرة القرية هي طبعا هي واخدة حايز كبير من من اهتمام الأطفال لأنه في أطفال اتولدوا في عصر الإنترنت إحنا بالنسبة لنا إحنا الإنترنت جات علينا بعد ما كنا عدينا مرحلة التفولة فقدرين شوية نفلطر الدنيا أو نقنن استخدامنا للسوشيال ميديا إنما الأطفال إتولدوا أطفال اليوميندو إتولدوا في الجو ده فإن إحنا نسحبهم منه صعب شوية ولذلك جات برضو فكرة كتاب بحبه إنها تبقى مربوطة شوية باهتماماتهم بالموبايلات والشارينج وإنه يبقى بيعمل فيديو وبيشوف نفسه فيه وبيشوف تعليقات الناس عليه حبيت إن أنا أمسك العصاية من نص بحيث إن أنا أشدهم للكراءة بالوسائل اللي هم أصلاً بيحبوا يتعاملوا بيها أنا بشكر حضرتك جداً أستاذة ميريوم على مجهودك وعلى اهتمامك بأدب الطفل وعلى اهتمامك بالطفل المصري بشكل عام نورتينا وإن شاء الله المرة الجاية تنورينا في الستوديو مرسي أستاذة رانيا شكراً لحضرتك مرسي لحضرتك مشاهدينا اسمحونها نطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقاتنا مع حضرتكم تجاهنا لحضرتكم مرة تانية ونورانا الكاتبة والدكتورة جاسمين السيد واللي هنتكلم معاها عن كتابها إقفش نرجسي وجاسمين هي صيدلانية في البداية وبعد كده اتجهت لدراسة علم النفس والكتابة وعلى فكرة الماجستير بتاعها كان في النرجسية وده اللي أنا عرفته منها قبل الحلقة مساء الخير يا جاسمين مساء النور أهلا بيكي والحقيقة أنا معجبة أقول كلمة إقفش يعني إقفش نرجسي نرجسي دي معروفة ويمكن فيه ناس كتير اتعرضت لشخصيات نرجسية واتكتب على الشخصيات النرجسية كتير بس كلمة إقفش نرجسي دي هي المختلفة شوية ليه إقفش؟ هقولك ليه أنا الأول عشان أكتب كتاب النرجسية ده بدأت تنزل في الشارع وأسأل الناس أسأل مثلا الكوفير بتاعتي في الكوفير تعرفين يعني إيه نرجسي؟ قالت لي آه مش ده شخص كده بيبقى متكبر كده ومتعالي فلاقيت الناس عندها يعني معلومات خاطئة تماما عن النرجسية عمري بالنرجسي كان الشخص المتكبر المتعالي بس ففيه كريتيريا بنقدر من خلالها إحنا نشخص النرجسية وعلشان إن زي ما أنت قلتي ناس كتير كتبت وبستس كتير على السوشيال ميديا فبقى كل الناس يسمعوا كلمة وياخدوا بقى إيه يعني كأنهم بيشتموا بعد إنت نرجسي أو يلقوا كده باللوم على الآخرين إنت نرجسي وإنت نرجسي من نهير ما هم يفهموا يعني إيه نرجسية؟ عرفين بقى إيه هي النرجسية من وجهة نظرك جاسمين؟ وأنا عارفة أن الماستر ستاعتك كانت في الشخصية النرجسية فالموضوع يعني أكيد أنت يعني عرفاية من الأول للآخر بالزبط كده بصي هو هقولك على الحاجة أول حاجة إحنا مش مهيق لنا كأشخاص عاديين أن إحنا نشخص النرجسية النرجسي حتى الطبيب النفسي بيبقى صعب عليه تشخيصه لأنه هو حياله كبيرة جدا فممكن يوهم الطبيب النفسي بس إحنا ممكن نقول إيه؟ إحنا ممكن نشخص العلاقة اللي إحنا فيها هل هي علاقة مؤزية ولا لا؟ فلو كنت إنتي في علاقة أو إنتي إحنا هتكلم على إنتي مش عشان هي النرجسية راجل أو ست لأ النرجسية موجودة في السكين وارد النرجسية تكون ست وارد النرجسي ده يكون راجل مزبوط بس أنا بقول إنتي على إنها ضحية فالضحية مؤنسة فهنتكلم بهذا الإيه؟ لو إنت أو إنتي في علاقة والعلاقة دي كانت مع شخص عنده خمسة من الصفات التسعة لأنا هقول عليهم دلوقتي ممكن نقول عليهم أنه هو شخص النرجسي ما ينفعش واحدة ما ينفعش اتنين وفيه فرق ما بين أنه عنده صفة نرجسية أو أنه عنده اضطراب للشخصية النرجسية ويعني اضطراب يعني أنا عندي اضطراب في الشخصية فأنا بأثر بستلب على حياتي وحياة الأشخاص المخيطين بيا كمان فأول حاجة إن الشخص النرجسي ده عنده شعور مبالغ فيه من الاستحقاق أنا استحق كل حاجة والباقي ما يستحقش وخدي بالك دلوقتي على السوشيال ميديا بيعلموا الناس الاستحقاق فالناس بتتحاول للنرجسيين أنت تستحق ما لم تدر كيف تستحق نرجسي؟ أيوة يعني أنت تستحق طالما أنت ما بتدرش مش أنا أستحق فأدر زميلي في العمل أو أنا أستحق فأخذ مراس إخوتي أو أنا أستحق الجماعة فهموا الاستحقاق صح أنا أستحق بس ما استحقش في نفس الوقت ما درش حد نرجع لمواصفات النرجسية أو صفات النرجسية عنده أوهام النجاح والقوة يعني شايف أنه هو أحسن واحد بيعمل أحسن حاجة هو أجمد واحد وهو اللي ما حصلش وهو اللي بيعمل أحسن حاجة فأحسن حاجة يعني لو حاطتوني في أي حاجة أنا مخي أنا أحسن واحد مخي بيفكر أحسن تفكير قراراتي أحسن قرارات قراراتي أحسن قرارات طبعا المهم أنه هو أحسن حاجة في كل حاجة تمام تمام عنده كمان بيستغل الغير لخدمة أغراضه الشخصية وهو عنده وظيفة لكل حد يعني أنا كمان بقى سنة عملت مع بعض الشخصية هو عارف كويس قوي وظيفة كل واحد فين يعني هستغل جاسمين في الحتة دي هستغل إيرانيا في الجزئية دي هستغل فلان في الجزئية دي عارف هو بيعمل ايه؟ هو بيمسك الناس على انهم ماشيين يعني مثل دي زيها زي عربيتي يتجاهل احساسها مشاعرها يا بتحس بايه ولو العربية بتاع تعطلت هيعمل ايه؟ هيستبدال هيجيب عربية جديدة فهو على طول حطت بدائل يعني مش بس بيستخدم الأشخاص كده لا وحطت لهم بدائل كمان عنده بلان بي و بلان سي وكله عشان كده النارجيسي مش مخلص يعني ما عندهش الإخلاص خالص صح وامتى بقى يرجع لضحيته لبعد ما يسيبها ويروح يخنها لو تلاقى ان هي لسه فيها غرض اه او هي بيانت له انها ممكن تساعده او ان العربية دي اللي كنت باستخدمها او هيستفيد منها لسه في حاجة بالزبط كده فهو ليه طرقه ان هو يحط الأشخاص في الأماكن المعينة حلو عنده دراسته بقى للأشخاص واستخدامتهم يعني الاول ما هي فيه مراحل لدخول الشخص النرجيسي حياة البناء ادم حلو اول مرحلة ان هو بيبقى شخص بيرفكت وايديال في كل حاجة سوبرمان ويعمل للضحية بتاعته شاورنج يعني غسيل مخي يعني اه شاورنج لوف شاورنج لوف هو بيغرقها حب وكمان بيحط لها علامات بحيث انها لو قعدت في الكافير الفلاني بعد ما هو كان سايبها تبكي وتعيط وتفتقده وكل يسيب لها علامات في كل حتة وهو قاصد يعمل كده ايه بعد كده يبتدي يعمل لها انت مش مهمة اصلا اه يكسر بقى يكسر بقى فيها يكسر فيها ويعزلها يخليها بعيدة عن الناس بعيدة عن أهلها بعيدة عن صحاب وهو بيعمل تست في النص كده عارفة بيستخدم اسلوب السخن والبارد هي دلوقتي جاهزة للمرحلة اللي بعد كده ولا تروح لأهلها ولا تكلم صحابها يبقى هو المهيمن والمصايت صحيح بيضافة كده بقى هو كمان بيسلبها اي حاجة تخليها بعد كده صحبة قرار انسانة صحبة قرار او انسانة بيسلبها انسانيتها اه النارجسي بيسلب انسانيتها عارفة هو بيقوم داخل كده ويستخدم بقى ادواتها كلها يعني لو عندها كريدت كورد هي هو بقى بكعه بيستحل كل حاجة عربيتها عربيته اه كل حاجة بتاعيتها خلاص انتي بقيت ملكي بمع تملكي ملكي فانتي بقيت ملكي خلاص دي بعد كده الضحية بقى ساعتها ستصرف ازاي في المرحلة دي انا بقول لها ان المرحلة دي بعد مرحلة تقليل القيمة دي بيرجع هو يعمل مرحلة اللي بعدها المرحلة الثالثة اللي هي التجاهل بيتجاهلها كليتا حاله bait. طب ارجوك ارجع كليني يا نهيهو كل اللي في دمخة تريعوك كلمني انهوا كل loose هss يقوم هو يقول لها إيه؟ أنت اللي عمل كده أنت اللي وصلتيني لكده وكل تنازل بيقدي إلى التنازل أكبر وأكبر بعد كده ها في طريقتين بقى لأما الضحية تفضل تجري ورا تجري ورا وفي الحالة دي أنت بقيت عبدته خلاص وما فيش مفر بقى خلاص أنت هتنفذي الأوامر وتمشي على الطريق اللي أنا رسمه أو حرمان من العطف والحنان على طول تحرمي من المراس بقى خلاص فيش حاجة بعدين المهمة في الفترة دي بيستخدم طريقة الصمت العقابي الخصام الخصام وبعدين هي في الحالة دي بتبقى يعني أنا عملت إيه؟ أنت بأنا عايزة يرجع تاني زي ما كان طب أدي أكتر طب أحول أكتر أنا بنصحها تستخدم طريقة اسمها تكنيك الجري روك إيه التكنيك ده؟ الجري روك ده بقى هقول الجري روك ده أنا ما بينش للنرجسي أنا حاسة بإيه إطلاقا ولا زعلانة ولا فرحان عارف الحجر الرمادي اسمه جري روك يعني حجر رمادي ولا أنا فرحانة ولا أنا زعلانة ولا تواصل معاه ولا بيان له مشاعري ليه؟ أنا كل ما أنا بدي له حاجة أنا زعلانة ده بيسوق فيها أكتر لا بيستغلها حتى لو مش هيستخدمها دلوقتي هو زي ما يكون عنده درجة كده بيحط فيه الحاجات الفايل عامل فايلات ده بيضيقها وده بيضيقها وده بيضيقها ده بيستفزها ده بيستفزها أطلع ده وقت اللزوم علشان كي أقول الإنسان المستفز لا يمكن هيعرف يستفزك إلا إذا أنت يديته له مفتاح الاستفزاز كل ما أنت بتدي مفاتيحك أكتر وبتيبقي مفتوحة أكتر ومشاعرك بينا أكتر كل ما هتكون المرحلة دي صعب عليك جدا لأنه هو هيستغل كل حاجة دراسة عنك في مرحلة دراسة في الأول اللي هي مرحلة الشورينج ده مش بتبقى كده ده من أول ما هو اختارك أنت وقع عليك الاختيار بدقة محطوطة على الجهاز بيكشف عليك تماما وبيسكان بالظبط وبيعرف كويس قوي تفاصيلك وبيعرف كويس قوي زي استفزك وإنه أتضعفك وإحتياجاتك وإمتى يلعب على كل واحد فيهم بالظبط كده طيب أنا بقى بنصحة تعمل الجري روك كده ما هي نوك كونتاكت ما تتواصلش معاه استحالة تبدأ بالتواصل طب لو هو معاه في بيت واحد وبيحاول يتواصل بوزها مثلا التواصل يبقى ديق جدا هو ما ببينش منه المشاعر يعني عملت كذا حاضر لا اللي هو يعني ماسك فيس يعني أنا هو مش عارف أنا حاسة بإيه بفكر في إيه زعلانة متضايقة الخطوة اللي أنا نوي عليها إيه لا ما تعمليش والتواصل يبقى في قضية 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 في الحدود طب هو في الحالة دي هيعمل إيه هتبصت لإيه هو لأن الصمت العقابي ده مش نافع معاك فهيغير أسلوبه ويبتدي يتكلم لكن لو أنت بدأتي خلاص بقى أنت عارفها هو نظام القاستك هيبعد أكتر يعني تشدي هيقوم بعد أكتر ما تبقيش أنت اللي بتحاولي تصالحيه طول الوقت تمام طيب لو أنت عملت كده عملت استخدمتي جري روك هو هيدخل بعد كده في مرحلة استردادك بنسميها الهوفرينج عارفها المكنسة الكهربائية يستردك لو أنت قطعت تتكلمي معاه وتتواصلي معاه طب هيستردك إزاي؟ بكل الوسائل يا إما ممكن يعمل مشكلة لا إما يختلق المشاكل آه يختلق أي مشكلة يختلق أي إحناق يا إما يشتكيك لأهلك وخدي بالك هو عنده خطة ذكية جدا في كده وبالذات النرجسي الخافي عشان فيه نرجسي خافي لو بيبقى حلو جدا مع كل الناس ووحش مع ضحية واحد أو اتنين بذبط يختار واحد أو اتنين فتيجي تحكي لحد يقولك ده يغلطوها هيا ده لذيذ جدا أنت إزاي شايفة كده آه وإحنا أصلا من صفات النرجسية اللي هي الصفة رقم ثلاثة أنه هو يعني عنده غرور وشايف نفسه جدا وأفعاله كلها بتنم على التقابر والعجرفة فإزاي ده متوضع جدا إنتي إزاي بتقولي عليه كده فالفكرة بعد كده بقى أن أنت بعد ما تعملي الناو كونتكت أو الجري لوب هو هيبتدي يعمل الهوفرينج في الهوفرينج دي بقى هيبتدي يستعطفك ويفقرك طب الفكرة المواقف الحلوة عملتها في المرحلة أولاية ده عشان بقى لما بيحس أنك تريدتي تبعدي آه فهو عايز يستردك بقى يسترد بقى كد بالك أنا سؤال كتير بيجيلي جدا طب هو هيرجع لي تاني طب إمتى حيرجع طب هو إنه يرجع ولا خلاص كده هو أنا ثاني أصل الفترة دي ممكن ينساها بالسنة وبالتنين وبالتلاتة والخمسة وبعد كده راجع فكتير بيقولولي إذا بعد خمس سنين أنا أشتق لي يعني هما بيمتخيلين كده يا بنتي لا أشتق ليش هو بس ليه حاجة عمد الجاية خدها ليه مصلحة يعني عارفة ولا اشتياق ولا أي حاجة أنت طول أنت أداة لتلبية احتياجاته فما تقعيش في الفخ ده ما تبلعيش الطعم لأنه هو بيرمي الطعم يرمي الطعم بقى إزاي أم هو مثلا داخل لها مسلا على السوشيال ميديا عمل لايك عمل بعد صباح الخير فهي ردت أخلاص ديناوية ترد يبتدي بقى إيه عندنا أبشن البلوك بقى اللذيز الجميل اللي هو يعني أنا بقى اللي همني من البلوك للشخصية النرجسية من حياتنا نعملها نعملها بشكل عين بقى على كل حاجة الله ينور عليك أنا اللي همني في البلوك أكتر بلوك للأفكار وبروك للمشاعر طبعا لأن كتير بيجي يقولولي أنا النرجسي وحشني النرجسي وحشني يعني أنا إزاي مفتقداء فأنا بقول لها أنت مش مفتقدة النرجسي أنت مفتقدة الفورس برسونا بتاعته الشخصية الوهمية اللي هو رسمهلك فأنت مفتقدة الشخصية دي طيب أنا عايزة بقى هوقفك عند نقطة مهمة جدا لأن الموضوع ده مهم جدا وأعتقد أنه ناس كتير بتتعرض له وهي فكرة إدمان الشخصية النرجسية لأنه الشخصية النرجسية أحيانا العلاقة السامة دي بتتحول إلى علاقة إدمانية هنتكلم في ده بس بعد الفاصل نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن إزاي الشخصية السامة الشخصية النرجسية دي أحيانا بتتحول إلى شخصية إدمانية ما بتعرفيش تسيبية اسمحونا نطلع الفاصل ونرجع نكمل معكم شخصية أنانية مبالغة في حب ذاتها تسعى أن تكون محور اهتمام الجميع هي الشخصية النرجسية تعد الشخصية النرجسية نوع من أنواع الاضطراب النفسي وأشهر أنواعها النرجسية الصريحة والنرجسية الجذابة من أهم سمات الشخصيات النرجسية استعراض إنجازاتهم ومواهبهم واستغلال الآخرين للحصول على ما يريدون أيضا العجز عن فهم احتياجات الآخرين ومشاعرهم كما يجدون صعوبة في ضبط مشاعرهم وسلكياتهم يشعرون بالاكتئاب والمزاجية ولديهم شعور بعدم الأمان والضعف والمذلة ويحسدون الآخرين ويعتقدون أن الآخرين يحسدونهم كذلك ينفض صبرهم ويغضبون عندما لا يتلقون معاملة خاصة كما أنهم يواجهون مشاكل كبيرة في التعامل مع الضغوط والتكيف مع التغيير ويواجهون مشاكل عديدة في العلاقات الشخصية ويشعرون بالإهانة بسهولة يجعنا لكم مرة تانية ولسه من ورانا جاسمين السيد في كتابها اقفش نارجيسي تكلمنا عن كذا جزء من الصفات اللي بنقدر نعرف بهم من نارجيسي تكلمنا عن ثلاثة تقريبا كميلي بقى معانا بسرعة عشان نقدر نقفش النارجيسي بسرعة علشان نقفش النارجيسي انا قلت ان احنا مش هنشخصه ولكن احنا فيه كريتاريا الكريتاريا دي التسع نقط لو اتوفر في الشخص خمسة من التسع دول نقدر نقول عليه ان هو شخص نارجيسي انا تسمحوا لي اقراءه لكم اتفضل اول حاجة ان هو هيكون ليه شعور مبالغ فيه من اهمية ذاته ان هو على طول حس ان هو مهم جدا ان هو اهم حاجة في الدولين رقم اتنين عنده اوهام من النجاح والقوة على طول متوهم بكده عنده اعجاب مفرد بذاته وده بيخليه حس ان هو محدش يقدر يفهمه غير اشخاص وليلين جدا ومميزين يعني انا مخي زري عشان هو نادر عملة نادرة محدش يقدر يفهمه على طول عنده حاجة ان هو يكون موضع اعجاب وماتح عايز الكل يمدحه وعايز الكل يشكر فيه انت احلى واحد انت اجمد واحد انت اخطر واحد عارفة النقطة دي انت بابا وانت ماما وانت أنور واجد كتير من الستات بيجي لهم confusion وبيجيوا يسألوني انت يسداي بتقول لنا قولي الجزء كلام حالو او قول لها كلام حالو وفي نفس الوقت مش هايزان يمدحه يعني اعمل ايه انت بتعملي تست لو انت مدحتيه بعد كده هو بيعل عليكي ولا هو بياخد الكلام ويعمل appreciation وشكرا ويتشكر وبيتكسف وكده طريقته ايه لما انت بتمدحيه عنده شعور بالاستحقاق مبالغ فيه زي ما احنا شرحنا ان الاستحقاق فيه فرق من ان انا استحق وان انا استحق على كمان ان انا اضر الناس في استحقاقي ده يعني انا استحق طالما لم اضر مستغل للاخرين واحنا قلنا ان هو بيستخدم الناس على انهم ادوات عن صاحبه اللي عارف يجيب عربية عن مديره اللي عارف يجيب فيلا على الرغم انه هو شايف نفسه اجمد واحد واحسن واحد لا ما هو بيشوف كده بيقولك ايه اصل الظروف لازم يلوم لازم يلقي اللوم على حد اصل الظروف والرشوة والمحسوبية ويويه هم السبب عشان كده تلاقي الشخص النرجسي دايما بيلقي اللوم على الاشخاص ولو ما لقاش شخص يلقي اللوم عارفة بيلقي اللوم على القوى الخفية الحسد والأعمال ولازم حد شماعة تشاهيليها الأعمال الوحشة اللي بتحصل لا يتعاطف مع أحد يعني ما بيصابش عليه حد وهنا ممكن نقول في النقطة دي ممكن يمثل التعاطف قدام الناس اللي مش عايز يظهر لهم اللي هو نرجسي عشان فيه نرجسي خطير جدا اللي هو النرجسي اللي بنسميه كوفيرت نارسيس عارف يا الكوفيرتة اللي احنا بنتغطى بيها هو اسمه كوفيرت جاي من غطى غطي نفسه بشكل تاني خالص غير النرجسي الحقيقة علشان يوهم الناس آخر نقطة بقى وهي ان كل ماقفه بتدل على التكبر والعجرفة هتلاقيه في كل ماقفه يعني متكبر عن الناس متعجرفة امتى اقول عليه بقى نرجسي لو كان هو خمسة أو تقف التسع اللي احنا قلناهم دول يعني ماينفعش واحد يبقى عنده صفة واحدة اقول عليه نرجسي لازم يكون متقف فيه خمسة من التسع الصفات اللي قلتي عليها في فرق ما بين الصفة النرجسية الراجل ده عنده صفة نرجسية عن ما ان هو شخصي نرجسي او انه عنده اتراب ودي مشكلة كبيرة هرجع بقى تاني للعلاقة الادمانية لانه احنا الحقيقة من خلال مقابلتنا مع دكاترا كتير وارينا كتب كتير وفي حياتنا قابلنا شخصيات كتير الحقيقة انه العلاقة الادمانية اللي بتحصل ما بين الشخص النرجسي والضحية ايا ما كان الشخص النرجسي ده رجل او ست برضه احنا مش بنقول انه النرجسي ده لازم يكون راجل وارد النرجسي ده يكون هو الستو ويكون الراجل هو الضحية انه بتكون علاقة ادمانية يعني ايه علاقة ادمانية على الرغم انها سامة جدا علاقة ما بتخلص تلفه وترجع تاني وتلفه وترجع تاني وتسيبي وتتعافي وترجعي تتنكسي ايه الموضوع ده احنا زي ما شرحنا انه هو عامل اول مرحلة اللي هي مرحلة الشاورينج اللي بيكون فيها ايديال جدا اللي فيها الدراسة السكانينج اللي قلنا عليها هو بيغرى الضحية بيغرق الضحية كلام حلو واعمال حلوة ويقف جنبها ولو تلاقيها مثلا هي بنت ضعيفة لا هيساعدها مش عارف بحيث انها تتعلق بيه جدا هو الهوى اللي بتنفسها بعد كده يبتدي يعزلها عن كل الناس فطبيعي انت معتمد على حد اعتماد كلي ومعزولة عن كل الاشخاص الباقيين بتبتدي حصل لك ديبندنس عليه ديبندنس يعني ادمان ايو بس احيانا ده بيحصل حتى بعد ما بيسيبوا بعض ما هو بعد ما بيسيبوا بعض ديبقى اللي هي الادمان الفورس برسونة بتاعته اللي هي الشخصية المزيفة اللي هو اوهمني انا كضحية انه هي دي صفاته اوكي فانا بفضل طول الوقت بتمنى الشخصية دي ترجعلي وببذل قصارى جهدي علشان اخليه يرجع يتعامل معايا بنفس الطريقة والكيفية اللي كان بيتعامل معايا فيها الاول ليه فيك اصلا طيب انا دلوقتي بقى عندي مشكلة كبيرة جدا انا ليه اكون مع حد نرجسي بس فضي يعني انا دلوقتي لو هو مش حد انا حقيقي مش هقدر يكون مش موجود في حياتي تنصحي البنات او الستات او الرجالة اللي بيتعرضوا للستات النرجسية ان هم يكملوا معاهم لا هقولك على حاجة مش هنقدر نقول ان احنا نقدر نقطع علاقتنا بالشخص النرجسي كلية هنمسك كيس باي كيس ليه فيه ستات فيه ستات مثلا هي معتمدة ماديا على الرجل النرجسي ده طب انا لو قلتلها لأ انهي علاقتك بيه طب ما انا هخرج كده البيت وهي معندهش الطريقة اللي تعيش بيها حياتها لانهو عزلها تمام فقدامنا حاجة من الاتنين لو انت قررت الانفصال بعد ما كل الطرق خلصت فانت لازم يبقى عندك بلان بيه ان انت ترتبي نفسك وتزبطي شغلي ليكي وتزبطي حياتك اللي انت هتشتغلي فيها بعد كده بالزبط وتنفليتي بعد جلدك عشان تنقذي نفسك عشان تقدر ان انت تفليتي بعد كده والعكس صحيح برضو يعني لو الراجل بيتعرض للأذى ده من الست يحاول على قد ما يدر ينقذ نفسه برضو بس فيه وقت مهمة جدا جدا ساعات النرجسي لما بتكوني انت لنهي العلاقة مش بيسيبك تنهيها لان هو عارفة دي اللي انا كنت عايزة اكلمك عنها في قصة انها علاقة ادمانية وهو ما بيسيبكيش يعني انت لما بتسيبي بيرجع هو ما يسيبكيش لا هو كمان انتقامي يعني مش بس اعمل كده ده لو انت مشيتي في توقيت هو مش عايز ينهي العلاقة فيه انا هقول حتى تركي حلوة قوي دلوقت لو انت مشيتي في توقيت هو مش عايز ينهي العلاقة فيه فأنتي مش هيسمحلك أن انتي تمشى ولو مشيتي مش هيسمحلك هيعمل كل ترق وليس مش هيسمحلك لأنه أي ست أو أي راجل عايز ينهي علاقة بيعرفين هي لأ ما هو مش هيسمحلك علشان الحتة الضعيفة اللي في قلبك اللي بيêtعبك تيم اللي بيتحك عليك بيها الحتة الطيبة اللي هي اللي فيها الحتة الجدعة اللي فيها التعاطف آه مش هيسمح بكال فأنا أفترض أن تدرت تخليعي وخلاص وهربتي منه حيشن حملة من الهجوم عليك من تسويق سمعتك والكلام عليك والكلام على جرانك ومصحبة صحابك حملة رهيبة طيب أنت بقى الحل إيه في الحملة دي أول حاجة سدي وده بلوك الأفكار وبلوك المشاعر الأماكن اللي كان بيصهر فيها وبيعط فيها الأصدقاء المشتركين طيق 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 حاولي على قد ما تقدري طيق التواصل ولو حصل وقدرت أنت يعني كنت في مكان ومعايا أصدقاء مشتركين لازم توصلي كلام ده اللي هتوصلي ولو فيهم مفصلين وفيه أطفال من هقولك بس الحتة دي الأول الكلام بقى فيه صديق مشترك ما بيني وما بين النرجسي والصديق ده بيبقى إردو الطائر يعني يروح ينقل المعلومات ويرروح العصفورة العصفورة بتاعه ده في منهم كتير ده ما تتكلميش وحش إطلاقا 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 عن نرجسي كل كلامك يبقى كويس ليه؟ لأن النرجسي طول الوقت عايز يحافظ على صورته فأنت طالما أنت يمحافظ على صورته هو مش هيشن الهجوم عليك يعني مثل إسماعي القوي قالك ده طاليقك بيقول عليك أن أنت كذا وكذا 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 وكلام وحش جدا والله مع أن أنا شفت أنه هو مظلوم في العلاقة ده إحنا سيبنا بعضه عشان الظروف مش عشان هو وعيد في شخصيته يعني تحاول تضحك على الموضوع ده دي نقطة النقطة اللي أنا قلتلك عايز أقول حتة تركي تقفل الباب ده تماما تقفل الباب ده تقفل باب الكلام والحوارات والرغب ولو اضطرت تتكلم ما تقولش لكلام حالو ناشي دي حاجة كويسة الحاجة التانية بقى الحاجة التانية آه لازل تقول أعزم نرجسي الحاجة التانية اللي هي التركي اللي أنا قلتلك عليها ما تمشيش غير في مرحلة اللي هو بيعملك دي فاليو مرحلة التجاهل مرحلة تقليل القيمة لأن المرحلة دي هو بيرميكي أصلا وبيعمل الصمت العقابي ففي الحالة دي امشي عشان سهل أني تتمشي لكن ما تمشيش مثلا في مرحلة اللي هو بيغرقك بالحب أو ما تمشيش مثلا في مرحلة استرداد الضحية ليه لأن المرحلتين دول هو يقاتل مقتول هيرجعك يا نهيرجعك أوكي عايزة تكلم عن الكوفر وده هيكون آخر سؤالية بصي بقى يعني أنا الكوفر ده اخترته بعناي فائقة أول حاجة اخترت اللون واللون ده كان برضو ليه حكمة تعرف دائرة الألوان اللي هي الكارار ويل اللي هو بيبقى كل لون وقصاده اللون التانية أنا اخترت اللون الأصفر لأن في الكلور ويل أصادوا اللون البنفسجي واللون البنفسجي ده بيرمزه ليه للشخصية النرجسية عارفة ليه؟ زمان كان اللون البنفسجي ده السبغة البنفسجية غالية جدا جدا كانوا بيستخرجوها من اللقلق في البحار فكان اللون البنفسجي ما يقدرش يلبسه غير الملوك والناس اللي هما الأسرياء جدا مع صبغة اليود ما تطور العلم واختراع صبغة اليود يستخدموها ويزبغوا بيها الملابس بنفسجي فبقى عامة الشعب يقدروا أنهم يلبسوا اللون المنفسجي لكن اللون البنفسجي أصبح رمز للنرجسية فأنا اخترت اللون الأصفر لأنه هو مقابل لللون البنفسجي فأنا عايز أقول الضحية أنا في صفك الكتاب ده من يوليكي زي كتالوج تتعاملي معه إزاي تقطع لقطة بي إمتى تعيش معك بيت واحد إزاي من غير يعني فيه حائط سد أنت عاملاه مناعة نفسية ليكي من غير مقاصره السيء يبقى عليكي ولا على ولادك إزاي تمنعي ولادك أن هم يكونوا نرجسيين لو باباهم نرجسي تحافظ عليهم إزاي طب هل النرجسية دي توراثة ولا هي بيئة عملت كده وجعلته نرجسي كل ده موجود في الكتاب وأكثر مهمة إزاي تحمي ولادك ده كمان ده جزئية مهمة جدا لأنه أحيانا النرجسية دي بيتم ممرستها على الولاد كمان جدا وفيه تفريقة جامدة ما بين الولاد هو بيختار مين يمارس عليه نرجسيته ومين يبقى الطفل المدرل الطفل المدرل ده اللي حينقل له أخبار مامته وبايته إخويته الكتاب ده مهمة قوي 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 يا جماعة وعتقد إن إحنا كلين أنا على فكرة جايبالك النسخة دي بيكي ودائي مرسي يا جاسمين نورتيني سعيدك جدا بالموضوع أتمنى أنك تكتبي كثير عن المواضيع دي وعن الشخصيات المؤزية السامة اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا علشان نقدر نوعي الناس على قد ما نقدر ونحمي كل الضحايا من الوقوع في الشخصيات دي للأسف الشديد إن هم موجودين وكتير مرسي يا جاسمين وبشكرك بكده بنكون وصلنا معاكم ناية حلقتنا النهاردة من يحكى أنا كان معانا الدكتورة جاسمين السيد والليتكلمنا معاها عن كتاب إئفش نرجسي كان معاكم رانيا السيد بشكركم موسيقى